طبعا المقارنة اتبنت في الاساس على القيمة مقابل السعر وعلشان كده بقولك تقدر توفر 5000 جنيه حرفيا بتشتري موبايل باداء ساروخي المقارنة دي ما بين موبايل سامسونج اس 22 موبايل المفروض في الاكشب وتمنه 17000 جنيه وموبايل تاني هو الريلمي الجي تي نيو 2 وده موبايل فوق الفئة المتوسطة لعليا وتمنه 12000 جنيه هل الريلمي هيسدي قدام سامسونج واوفر 5000 جنيه ولا لا ده اللي هنعرفه في نهاية الفيديو ده بس حابب اقولك ياريت تسيب لي اراك في التعليقات واتتابع الفيديو ده بحرص عشان حرفيا جيب لك معلومات مفيدة ومقارنة مفصلة يلا بينا في البداية كده خليها ابتدي معك مع التصميم التصميم هنا انا مش قدر اقولك اذا كنت انت بتفضل السامسونج الاس 22 او تصميم الريلمي الجي تي نيو 2 ولكن كل اللي اقدر اقوله لك خلي في ذلك ان في شوية اختلافات ما بين الجهازين الاس 22 بيجي من الزجاج والامونيوم فريم على عكس الجي تي نيو 2 اللي بيجي بلاستيك مقاوة وفريم بلاستيك وبصراحة هنا انا تخدعت في الريلمي اول ما مسكت الجهاز ده وفعلا انا افتكرته انه هو ازاز وفريم من معدن ومن الالمونيوم وحاجات جريبة جدا ولكن ترى في الاخر بلاستيك مقاوة وبلاستيك فريم فانت تقدر تكرر ما بينهم ولكن لو انت اخترت الريلمي فالبلاستيك المقاومة هيديك قوة استحمال اكتر بحيث لويع لكن الاسامسونج الاس 22 هو ازاز مصنفر او بس لويع مفوص يزار هيكسر بسرعة اكبر من الريلمي الجهازين بيدعموا شارحتين بس مفيش كارت مومري ومفيش منفذ 3.5 مليميتر جاك والاتنين عندهم سماعات استيريو ولكن سامسونج برضو فيها ميزة هو داعم اللي هو الداعم قومة المية والغبار وبما اننا تكلمنا عن السماعتين اللي في كل جهاز فيهم فجي الوقت اللي احنا هنتكلم حرفيا عن افضل شاشات موجودة في خلال الربع الاول من عشرين اتنين وعشرين الاس اتنين وعشرين بيجي بدقة ستة واحد من عشرة انش فول اتش دي بلاص اتش دي ارتين بلاص ومية وعشرين هيرتز واملود الف وتلتمية نيتس الجي تي نيو تو ستة وستة من عشرة انش فول اتش دي بلاص اتش دي ارتين بلاص ومية وعشرين هيرتز واملود برضو والف وتلتمية نيتس تقريبا كده ما فيش اي فرق ملحوظ بين الشاشتين دول ولا في المواصفات اللي على ورق ولا حتى في التجربة الفعلية يعني من ناحية اللون والسطوع ومشاهدة المحتوى الشاشتين حرفيا ممتازين والموبايلين دول بيمتلكوا الشاشات فعلا من النوع النظيف جدا واللي هتخليك تستمتعب بكل لحظة تتفرج فيه على المحتوى ولكن عندي تعليق على الصوت الاستيريو ما بين الجهازين الصوت الاستيريو كان اعلى حاجة بسيطة في السامسونج ولكنه فلات حبتين تلاتة عن الريلمي صوت الريلمي تحسه كان مجسم اكتر اما لو جينا نتكلم على الاداء فكل الموبايلين صحاب اعتاد قوي جدا الاس 22 سناب دراجون ايجين 1 5 جي 4 نانو متر ولكن بيجي مع رمات 8 جيجا وزاكرة 128 او 256 على عكس الجي تي نيو تو اللي بيجي بسناب دراجون 870 5 جي برضو ولكن 7 نانو متر ولكن بيجي برمات اعلى 12 جيجا مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية وطبعا محتاج اقولك لو فاكر ان الاسناب دراجون 870 بيقل عن الاجين 1 الموجود في الاس 22 تبقى بصراحة غلطان حرفيا اداء الموبايلين مفيش عليهم اختلاف اطلاقا وبصراحة ما شفتش اي اختلاف ما بين الاسناب دراجون الاجين 1 عشان يخليني افضل واحد عن التاني سواء في التطبقات او حتى في العاب وتطبقتك اليومية الموبايلين حرفيا هم موخوص تكنية من ناحية الاداء بل بالعكس كمان عن مدى البعيد ريلمي هيكسب وده فضل 12 جيجا بايت رام مع الوجهة الاخفة دي هتدي عمر اكبر واستقرار اكتر هو اقا سامسونج وجهتها فيها مميزات كتير جدا بس حرفيا تعالى كده حسبها بالعال انت مش هتستخدمها كل يوم بشكل يومي فانت عليك تختار الاستقرار وعمر الافتراضي الاعلى للسوفت وير ولا المميزات اللي موجودة في الوجهة اللي غير مستغلة بشكل يومي اما لو جينا نتكلم بقى عن البطارية فبكل تأكيد هقولك العمر الافتراضي اعلى بشكل ملحوظ وعدد ساعات تشغيل اكبر في ريلمي 5000 ميلي امبير مقابل ال3700 ميلي امبير مع تصبيت الوجهة والاوبتوميزيشن افضل كانت بصراحة في ريلمي وكمان قدرة الشحن في ريلمي 65 واط على عكس سامسونج اللي لسه مزالت محافظة على العهد القديم 25 واط وهنا مش فرق واط بس لا ده فرق ملحوظ كبير جدا في سرعة شحن الجازين يعني لا بصراحة ريلمي مختلفة بشكل مميز قوي ولكن سامسونج فيها مستين بيفتقدهم ريلمي هو الشحن اللي سلكي ال 15 واط والشحن العكسي ال 4.5 واط اخيرا بقى هنتكلم عن النقطة الفاصلة وهي الكاميرات تعالوا بقى نحكم على الصور مع بعض ونبدأ بسم الله الصورة الاولى الصورتين فيهم تفاصيل كتيرة جدا ودينامي كرينج حلو بس مش مسيطر واختلاف اللون على حسب طبعاتكم يعني في ال S22 مال اكتر للحرارة والورم شوية على عكس الريلمي اللي كانت ميالة للدفء الصورة التانية نفس الكلام بالزبط باختلاف درجة حرارة اللون ولكن في الصورتين انت بتفضل مين فيهم الصورة التالتة برضو اقول لك صورتين ممتازين ولكن واضح معنا في كل الصور اللي احنا عرضنا ان عدسة ال S22 الرئيسية نفسها اعرض من الريلمي الجي تي نيو تو وبالتالي مساحة اكبر كانت في الصورة وبالتالي بصراحة الزل الشمس كان مصبوط اوي بالشعر في ال S22 وبصراحة تتفوق اما الصورة الرابعة اختلاف تشبع اللون ودرجة الحرارة وهنا نعتمد على راحة العين اكتر ولكن برضو مازال وسع عدسة ال S22 اما الصورة الخامسة هو اختلاف كلي وفعلا الريلمي الجي تي نيو تو يكسب بجدارة ركز مع الاضاءة هتلاحظ ان فيه توازن كبير جدا ما بين ال background وال background ودي اللي خلت الاضاءة تتزبط وعدم التمركزية الاضاءة على عكس ال S22 اللي تمركز الاضاءة فيها وتجمحها بشكل قاتل جدا ما قدرش يعمل توازن مابيل فورب ground وال background وبالتالي تلعج بتزغل الليلين حبثين ثلاثة اما الصورة الستة فتفوق ريلمي على الرغم من محاولة تصوير الصورة دي للسامسونج اكتر من مرة على بعد الثلاثة اكسل الجهازين ولكن كل مرة سامسونج كان بتفشل والفوكس كان بيهرب بشكل واضح جدا مع قوة الاضاء دي اما الصورة السابعة الالترا وايد مدون كلام تكسب في ال S22 كبيكسل كاونت وكرقم بيكسل وكمان كوسع اكبر في الصورة اما بقى الصور السيلفي ففي الجهازين ممتازين ولكن الاختلاف الوحيد اللي فيهم مش اختلاف تفاصيل الاثنين بثلاثة تفاصيل ممتازة جدا ولكن معالجة سامسونج مع الاجين وان بصراحة كانت افضل من ناحية لون البشرة نفسها الخلاصة والزاتونة في الجهازين دول سامسونج بيكسب من ناحية المواد المصنعة ومقاومة المياه والغبار والشحن اللاسلكي والعكسي كمان والكاميرا السيلفي اما ريلمي بتكسب في نقاط مهمة جدا وقوية الكاميرات خلفية يعتبر برضو مزالت ممتازة جدا رقمات اعلى مع صوفت وير اخف وعدم حدوث لاج على فترة قسيرة من الاستجدام بطارية وسرعة شحن اكتر وطبعا الوفر ال5000 جنيه انت عليك تختار مين من الموبايلين دول المناسب لك وعلى حسب احتياجك لكل واحد هو بيقدم لك باكت ايه من المميزات انت تختار ولكن على سبيل المثال لو انا جيت اختارت انا هختار ريلمي للسبب الاولاني عشان بيوفر 5000 جنيه ومقابل 5000 جنيه دول انا هاخسر حاجات والله حرفيا ما باستخدمهمش بشكل يومي زي الشحن اللاسلكي والعكسي عندك برضو يعني فيه شوية حاجات زي مقاومة الماء والغبار انا مش كل يوم بنزل بالموبايل بتاعي البسين ده غير طبعا ان ريلمي بيكسب في حتة معينة كده وهو البلاستيك المقاومة وبصراحة ده بيكون افضل بكتير جدا لان انا احيان كتير بحب اشير موبايل من غير كافر واللي فيجه زي حالاتي هيحس بالمعاناة دي موبايل اول ما يوع عادة انا ممكن يمسكه واشيره تاني ولكن في الازاز مجرد مايع بيتكسر بسهولة والموبايل بيتفتح وبالتالي بيقف ادميزة مقاومة الماء والغبار واكيد طبعا بالنسبة لي ان البطارية الاطول على مدار اليوم بتاعي والسوفتوير الاخف مع الرام الاعلى هيدينه عمر افتراضي اطول بدون لاج لفترة طويلة تيبلي تحتراك في الكومنتات انت تختار اني باقة من الجهازين واني اكتر جهاز عجبك فيهم اكتر هتروح توفر 5000 جنيه مع ريلمي ولا برضو هتدفع 5000 جنيه وتكمل مع سامسونج كان معكم محمد طايل بسوكوا نصالف حلقات كتيرة تقنية بشكل ممتع ولزيز ربكم استمتعتوا معي هتنساش اللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زراء الجرس اشوفكم على خير دونتم في رعاية الله السلام عليكم